بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي طلاب جميع بانها إن شاء الله إحنا النهاردة موجودين معاكم لشرح بعض التفاصيل في مقرر القضايا المجتمعية إحنا نحب نوضح أن مقرر القضايا المجتمعية هو متطلع بتخرج مقرر بيتضمن مجموعة من المقررات المنبسقة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المقررات اللي بيتضمنها مقرر القضايا المجتمعية أربع مقررات أساسية وجوبية ومجموعة من المقررات بديبقى فيه حرية لكل جامعة أنها تضع النهاردة إن شاء الله هنلقى الضوء على مقرر مكافحة الفساد من خلال إلقاءنا للضوء على مقرر مكافحة الفساد إحنا بنحب نوضح في جامعة بنها إيه الجهود اللي قامت بيها جامعة بنها في مشر قيم وإجراءات النزاهة والشفافية والندوات اللي قامت بيها الجامعة لأبناء الطلاب سواء كان على مستوى الطلاب أو الجهاز الإداري أو أعضاء هيئة تدريس للتوعية بمخاطر الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي انتهت هذا العام للإصدار الثاني 19-22 قبل ما نتكلم على مقدمة عن مكافحة الفساد أحب أوضح لحضراتكم أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بمجهودات عظيمة جدا وأصدرت ثلاث استراتيجيات لمكافحة الفساد الاستراتيجية الأولى كانت 2014 حتى 2018 والاستراتيجية التانية كانت من 2019 حتى 2022 وانتهت في اليوم العالمي لمكافحة الفساد اللي هو كان 9 ديسمبر 22 وأطلقت في هذا اليوم الاستراتيجية التالتة اللي هي 2023 حتى 2030 هدفنا في 2030 أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى مكافحة الفساد تكون من أفضل 30 دولة في اقتصاديا على مستوى العالم وتكون أيضا مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر التنافسية العالمية بنتكلم على الاستراتيجيات الثلاثة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 14-18 استراتيجية التانية اللي كانت 19-22 احنا دلوقتي بصدد الاستراتيجية التالتة اللي هي 23-30 إن شاء الله الأهداف الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي هنتكلم عليها الخاصة بالتانية 19-22 كنا عندنا تسع أهداف الهدف الأول كان عبارة عن تطوير جهاز إداري كفء وفعال الهدف الثاني كان عبارة عن تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية الهدف الثالث هو تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا لمبدأ العدالة النجزة الهدف اللي بعد كده تعم جهات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد الهدف اللي بعده كان عبارة عن زيادة الوعي المجتمعي بضرورة مكافحة الفساد والهدف اللي بعده تفعيل التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الفساد أيضا فيه هدف أخير مشاركة منظمات المجتمع المدني والإقليمي في منع ومكافحة الفساد وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية نحب نعرف في البداية يعني إيه فساد الفساد هو نقيد الصلاح والمفسدة هي خلاف المصلحة والاستفساد هو عكس الاستصلاح والفساد زي ما قلنا نقيد الصلاح فمنظمة الشفافية الدولية عرفت الفساد بأنه هو كل عمل يتضمن سوء استخدام السلطة أو المنصب لتحقيق أهداف شخصية أيضا الفساد من النحة الأخلاقية المفروض أنه هو بيعبر عن انعدام القيم الأخلاقية وغياب الأسس والضوابط التي بتحكم السلوك الإنساني للفرض في المجتمع وفقا للقانون الفساد يعد مفهوم مركب له أبعاد متعددة تعريفاته طبعا مختلفة ولكن اللي بيحكمنا قانون منظمة الشفافية بيبقى في بعض الضوابط الفساد بيتغاضى عنها الضوابط دي بيضاعها النظام كما يعد فساد كل سلوك يهدد المصلحة العامة وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة أي فرض يميز أو يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة يعد فسدا عندنا مجموعة من الفساد بنحب نعرف أنواع الفساد التعريف الرئيسي اللي قامت بمنظمة الشفافية هو فساد أفقي وده بنقول عليه فساد صغير بيشمل قطاع الموظفين والأمومين الصغار كتقديم الرشاوة فساد عمودي وبيبقى بنقول عليه فساد كبير بيشمل فساد بعض المسؤولين ويتعلق بقضايا أكبر من مجرد أنها تبقى معاملات إدارية يومية وبيهدف إلى تحقيق مكاسب أفضل من مجرد الرشاوة عندنا أنواع أخرى للفساد تبقى لطبيعة هذا النوع من الفساد زي الفساد الإداري الفساد الإداري بيكون الفساد إداري إذا تعلق بإساءة استخدام السلطة من قبل موظفي السلطة التنفيذية ممكن يبقى عندنا نوع آخر بنقول عليه الفساد السياسي بيكون هذا الفساد فساد سياسي إذا تعلق بإساءة استخدام السلطة والممارسات المنحرفة الصادرة عن الصفوة السياسية عندنا نوع آخر بنقول عليه الفساد الاجتماعي وده بيكون الفساد الاجتماعي إذا تعلق بوجود خلل في القيم الاجتماعية في فساد أخلاقي يكون فساد أخلاقي إمتى إذا تعلق بإنحرافات أخلاقية وتأثر ذلك على سلوك الفرد والمجتمع يكون عندنا فساد ثقافي إذا كان هناك مجموعة أو جماعة بتخرج ببعض المخرجات الثقافية هذه المخرجات الثقافية بتخرج عن السوابت العامة وبتتعمد تفكيك هويتها والمساس بمواضع الطهر والعفة في ثقافة هذا المجتمع وهوية المجتمع والمؤسسة طبعا كلنا عارفين أن في فساد مالي اللي كل الناس عارفاه الفساد بيبقى مالي إذا تعلق بإنحرافات مالية مخالفة للأحكام والقواعد اللي بتنظمها الدولة واللي وضعتها الدولة والمؤسسة ومخالفة هذه التعليمات المالية أو المراقبة المالية ده من أجل تحقيق مكاسب مالية خاصة للفرد طيب هنتكلم على المخالفات اللي الموظف بيأتي بها وتتعلق بالنواحي المالية من ضمن هذه المخالفات هي مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوصة المنصوصة عليها في القانون مثلا مخالفة أحكام قانون المنصات والمزايدات والمخزن والمشتريات وهذا القانون دلوقتي بقى اسمه القانون 182 اللي هو المسمى بتاعه قانون 182 اللي هو قانون إبرام التعاقدات مع الأجهزة الحكومية أو إذا كان هناك إهمال أو تقصير بيترتب عليه ضياع أو احتمال ونؤكد أو احتمال ضياع حق مالي للدولة لو عندي تصرف متعمد بيترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة وهنا بنؤكد يكون تصرف متعمد لو إحنا قدرنا الموظفين اللي في الدولة قاصدين عمدا عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بصور العقود والاتفاقيات أو المناقصات والحسابات والمستنادات في المواعيد اللي حددها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أو التأخير في الرد على هذه المناقضات ده بيعتبر نوع من أنواع أو مقترفات بيقترفها الموظف ويعتبر من الفساد المالي عندنا بقى الفساد المالي عشان الناس كلها عارفها وهو واخد الصوت شوية عندنا أنواع لهذا الفساد فساد المالي من حيث طبيعته من حيث طبيعة من يمارسه فبيكون فساد فردي يعني بيكون فرد في المجتمع بعمل المخالفات المالية اللي بتستوجب أن احنا نقدر نقول عليه فساد مالياً أو مجموعة من الموظفين بيقوموا بعمل فساد مالي بصفة جماعية من حيث المستوى ممكن نقول عليه مستوى صغير فساد مالي على مستوى صغير أو نقول عليه فساد مالي على مستوى كبير من حيث الانتشار نقدر نقول أن الفساد المالي ممكن يكون فساد محلي يعني أثر فقط في المؤسسة أو أثر فقط في المؤسسة الأكبر من المؤسسة اللي فيها الموظف أو فساد دولي على مستوى الدولة من حيث القصد والجزء دي بنؤكد عليها لأبناءنا الطلبة قد يكون هناك فساد متعمد وده بيقع تحت طائلة القانون وقد يكون هناك فساد غير متعمد والفساد الغير متعمد كتير قد يقع أبناءنا الطلبة فيه أو قد يقع زمائلنا الموظفين فيه أن نظرا لعدم استخدام السبل الرئيسية لتوصيل الحق إحنا في الجامعة لتوصيل حق الطالب للطالب أو لتوصيل حق الموظف للموظف أو لتوصيل حق عضو هيئة التدريس لعضو هيئة التدريس قد يكون بدون قصد لكن الجرم أن هذا بيسبب نوع من أنواع الفساد طيب هنتكلم عن أسباب الفساد أسباب الفساد كتيرة جدا قد تكون هناك أسباب اقتصادية أسباب إدارية أسباب قانونية أسباب اجتماعية أو عدم طوافر الشفافية كل ذلك قد يؤدي إلى نوع من أنواع الفساد وهناك أسباب أخرى كتير جدا الأسباب الاقتصادية لو تكلمنا عليها هناك سبب رئيسي وهو انخفاض مستوى الدخول للأفراد وتفوتها نستطيع أن لا نجزم أن ده ليس بسبب يؤدي أو يمنح الفرصة للموظف في الدولة أنه يقوم بأعمال فساد ولكنه سبب اقتصادي أيضا هناك بعض الصناديق الخاصة اللي بيتم التوسع في إنشاءها دون وجود رقابة داخلية عليه عندنا مجموعة من الأسباب الإدارية الأسباب الإدارية اللي بتؤدي إلى الفساد قد يكون هناك قصور في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي والدولة قد يكون عندنا بيروكوراتية في اتخاذ الإجراءات أو القرارات بتطبق على موظفين المؤسسة زي ما قلت قد يكون هناك ضعف في الرقابة الداخلية على الموظف وبالتالي الموظف يجد نفسه ليس عليه رقابة وبالتالي يقوم ببعض أعمال الفساد قد يكون هناك بعض المشاكل في نظم التعيين قد يكون هناك بعض المشاكل في التقييم كلنا عارفين أنه يبقى فيه تقرير لكل موظف في الدولة تقرير اسمه تقرير كفاية أداء تقرير كفاية الأداء قد يكون هناك فيه بعض المحاباة أو الوسطى في كتابة هذا التقرير فبالتالي قد يؤدي إلى نوع من أنواع الفساد الإداري نظم المرتبات والأجور شئ طبيعي أنه لازم يبقى نكافئ من يحسن ونعاقب من يجرم لو إحنا عندنا سبب بنقول عليه ضعف مهارات الإدارة وده دايما نقول عليه بالحكمة اللي بتقول أن الرجل المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب إذا وضعنا الرجل الغير مناسب في مكان غير مناسب فده قد يؤدي إلى نوع من أنواع أو سبب من أسباب الإدارية اللي بتؤدي إلى الفساد عندنا أسباب قانونية كتير جدا جدا ومن أهمها عدم وجود قوانين تحمي المبلغين عن الفساد أو عدم وجود قوانين لحماية الشهود والخبراء والمجني عليهم كل ده بيؤدي إلى أن الشهود والمبلغين بيعزفوا عن تقديم شهادتهم أو بيبلغوا عن أي نوع من أنواع الفساد وبالتالي بيستشري الفساد في المجتمع نوع تاني من الأسباب القانونية ألا وهو طول فترة الإجراءات القانونية ولذلك احنا بنتكلم في مكافحة الفساد أن لابد أن يكون هناك عدالة ناجزة في تنفيذ القوانين أو التراخي في تنفيذ العقوبات قد يكون هناك نوع من أنواع العقوبات على بعض الطلبة على بعض الموظفين في الجامعة على بعض عضاية تدريس إذ لم يتم تنفيذ هذه العقوبات يستشر الفساد وبالتالي احنا كده بنكون عندنا سبب قانوني من أسباب حدوث الفساد طبعا القوانين تعددوا القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية وتدخلها فيما بينها وده سبب رئيسي أنه ممكن يكون سبب من أسباب الفساد عندنا أسباب أخرى كتير أن احنا لازم يكون لوسائل الإعلام دور مهم جدا ويمكن في السنوات السابقة بعض وسائل الإعلام ركزت كويس جدا مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة به هيئة الرقابة الإدارية قدرت تركز كويس جدا على تعريف المواطن وأبناءنا الطلبة والمصريين والمواطنين المصريين بما هو الفساد والأثارة المترتبة على الفساد وأسباب الفساد وأنواع الفساد سواء كان ذلك ببعض الأفلام التسجيلية أو سواء كان ببعض الإعلانات أيضا المجتمع المدني إن لم يكن هناك دور للمجتمع المدني فده قد يؤدي إلى ظهور بعض أنواع للفساد نقطة المهمة اللي احنا قلناها كسبب قانوني إحجام المواطنين أو الشهود أو المبلغين عن الإبلاغ عن وقائع الفساد هنتكلم باستفادة شوية عن الأثارة المترتبة على الفساد الفساد لو استشراء هيبقى عندنا له تأثيرات كبيرة جدا منها تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية لو الفساد موجود يبقى بالتالي هنفشل في جذب الاستثمارات الخارجية هنجد إن رؤوس الأموال الحكومية هتهرب إلى الخارج هنجد إن هناك زيادة زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة هنجد هضر لي الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية اللي الدولة متكفلة بيها عندنا في مصر طبعا كلنا عارفين الأهداف السبعتاشر الخاصة به أهداف التنمية المستدامة وفيه فساد مستشري في مؤسسة ما فبالتالي هنجد إن هذه المؤسسة تعجز عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعتاشر وبالتالي يبقى إحنا كده لازم نحقق رؤية مصر 20-30 الفشل في الحصول على الاستثمارات الأجنبي الكفاءات اللي هي الbrain drainage أو الهجرة الكفاءات من التخصصات المختلفة والكفاءات بنركز على الكفاءات الاقتصادية هنتكلم على تأثير الفساد على التنمية الاجتماعية قد يكون هناك تأثير للفساد على التنمية الاجتماعية من خلال خلخالة القيم الأخلاقية وانتشار الإحباط واللا مبالا بين أفراد المجتمع عدم المهنية وفقدان قيمة العمل لو لم يكن الموظف العام لديه قدر كبير جدا من الولاء والانتماء لا انتشر الفساد وبالتالي أن من ضمن التأثيرات الفساد على التنمية الاجتماعية اللي هي فقدان قيمة العمل وجزء تاني أن احنا موظف بيقبل على نفسه التفريط في معايير أداء واجبه المنطبي طبقا لبطاقات الوصف الوظيفي عندنا تأثير أيضا للفساد على التنمية الاقتصادية وأزن العجز في موازنة الدولة وإعاقة مقاومات التنمية الاقتصادية وتقليل فرص لاستثمار المحلي والأجنبي قد يحدث نتيجة للفساد تخريب في قطاع الانتاج وتبديد للفائض الاقتصادي أن ده هدف رئيسي للدولة أنها بتشتغل على فائض الانتاج على قاطرة التنمية بتشتغل على التنمية المستدامة وبالتالي لو في فساد يبقى بيأثر على الأهداف الخاصة والرئيسية بالتنمية المستدامة للدولة وبالتالي بيحدث زعزعة في الاستقرار الاقتصادي للدولة والمستثمرين المحليين يهربوا والمستثمرين الأجانب بيعزفوا على أنهم يجوا للدولة ويعملوا استثمارات في الدولة اللي فيها جزء من الفساد لو في فساد بيحصل ارتفاع لمخاطر الاستثمار لو في فساد أيضا بتزداد البطالة طبعا لو لم ي... لو مش موجود استثمار في مؤسسة في دولة وبالتالي البطالة هتزيد لضعف الدورة الاقتصادية قد يكون هناك تأثيرات للفساد على مستوى الفقر وتوزيع الدخ نتيجة أن التكلفة الخدمات بتزيد وبالتالي ممكن الفساد يؤدي إلى تدني نوعية الخدمات المقدمة للمواطن أيضا حالات الفقر بتزيد التضامن الاجتماعي بيقل ممكن يؤدي في بعض الأحيان إلى حالات من الاحتقام انحراف مجتمعي إضعاف الحوافز والمنافسة الشريفة مفروض أن كل مواطن مفروض لديه قدر من الولاء والانتماء للمؤسسة ولا وانتماء للمجتمع وبالتالي للدولة لو وجد فساد فبالتالي يؤدي إلى أن المنافسة الشريفة بتبقى ضعيفة ممكن الفساد يؤدي إلى أن عدم توازن توزيع الثروة وبالتالي يبقى في أيدي قلة من المجتمع هم اللي بتحكموا في مجموعة من البشر المجموعة ديت اللي هي الفئات بتحرم من الانتفاع بموارد الدولة ممكن الفساد يكون له تأثير على منظومة القيم القيم الأخلاقية بتتأثر المواطن بيشعر بالسلبية ولا مبالاة ممكن أوي معدل الجريمة بيزيد وده يعتبر رد فعل لانهيار المنظومة الأخلاقية في المجتمع بتتقلص القيم الإيجابية في المجتمع زي ما قلت الولاء والانتماء وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وقيم المشاركة الفرد للمجتمع بدلا من أن احنا بنعظم المشاركة الإيجابية وجود الفساد يؤدي إلى ترصيخ مجموعة من السلوكيات السلبية بتبقى مجموعة من الأنشطة بتزيد والأنشطة دي بتبقى ساعية لتحقيق ربح سريع ولمجموعة من الأفراد فقط للمصلحة الشخصية وليست لمصلحة المجتمع روح المبادرة والابتكار بتتأثر بصفة سلبية لدى المواطن بيبقى في ضعف للجهود الرامية إلى إقامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة فيه خلل جسيم بيصيب أخلاقيات المواطنين وقيم المجتمع احنا في مصر بنسعى لمكافحة الفساد مصر بتعد من الدول الرئيسية اللي يوجد بها العديد من الأجهزة التنفيذية المكلفة والقادرة على مكافحة الفساد سواء كانت هذه الأجهزة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهياءات العامة كلها سواء كان بنوعيها سواء كان خدمية أو اقتصادية عندنا البرلمان المصري بيتبعه بعض الأجهزة اللي بتهدف لمعاونة البرلمان ومجلس النواب في الرقابة على أعمال الحكومة زي الجهاز المركزي للمحاسبات النيابة العامة لنيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووحدة غسيل الأموال وأيضا هيئة النيابة الإدارية وهيئة الخدمات الحكومية وجزء من التفتيش المالي الموجود في وزارة المالية أيضا عندنا المجلس القومي لحقوق الإنسان عندنا جهاز حماية المستهلك عندنا جهاز حماية المنافسة أيضا عندنا جهاز تنظيم الاتصالات عندنا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عندنا البنك المركزي وقطاع الشرطة المتخصصة عندنا مجموعة من الاتفاقيات بتنظم آليات مكافحة الفساد سواء كان على مستوى الدولة المصرية أو الدول المشاركة في هذه الاتفاقيات عندنا الاتحاد الأفريقي ويمكن المبادرة كانت مبادرة مصرية أن تم عمل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد الاتفاقية مصر هي اللي بدرت بهذه المبادرة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عندنا الوطن العربي خط خطوة مماثلة لتبني الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 2010 ودي اتفاقية لها اهمية خاصة عندنا ايضا مجموعة من القوانين زي قانون العقوبات الصدر بالقانون رقم 58 لسنة 37 وتعديلاته عندنا اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عندنا قانون خاص بالاجراءات الجنائية اللي هو صدر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته عندنا ايضا قانون اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكم التقديبية برقم 117 لسنة 58 وتعديلاته عندنا قانون اعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية والمحاكم التقديبية رقم 54 لسنة 64 مش عاوز اسقل على ابناءنا الطلبة بما هذه القوانين ولكن عندنا مجموعة من القوانين بتنظم آلية مكافحة الفساد وفيه كنوع من انواع الرقابة الداخلية زي قانون الكسب غير المشروع زي قانون هيئة الشرطة زي قانون السلطة القضائية لو جينا نتكلم باستفادة شوية عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد هذه الاتفاقية المنوب بيها على الدول المشاركة في تفعيل هذه الاتفاقية هي وضع الاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد بالسبل التي اتفقت عليها الدول اللي انضطت ووقعت على هذه الاتفاقية عاوز اقول ان الاتفاقية دي هي الصق العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد لها احكام كتيرة جدا وهي تعتبر عملت وضع واستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بتغطي الاتفاقية خمس مجالات رئيسية جدا ايه هم الخمس مجالات المجال الاول هو عبارة عن التدابير الوقائي ودي حاجة مهمة جدا زي ما كلنا عارفين الحكبة اللي بتقول الوقاية خير من العلاج والتدابير الوقائية دي بتؤدي الى هدف رئيسي الى وهو منع الفساد قبل فعله المجال التاني هو التجريم وانفاذ القانون التجريم اذا وقع فساد يبقى لازم يطبق القانون ولا احدى فوق القانون المجال التالي مهمة جدا ان لازم يكون هناك تعاون دولي بين الدول التي وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لازم لابد ان يكون هناك تعاون دولي بين هذه الدول لمكافحة الفساد المجال اللي بعد كده التعاون لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم عليها فيما بعد والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات الدول اللي وقعت على هذه الاتفاقية لابد ان يكون هناك تعاون في تبادل المعلومات فيما بايدا الاتفاقية بتغطي جميع أشكال الفساد ولذلك إحنا عندنا مؤشر للنزاهة وأيضا مؤشر لمدركات الفساد بيبقى فيه تقرير دولي سنوي بنقول عليه هو مؤشر لمدركات الفساد بيتم عمل تقييم لكل الدول سواء كان الدول العربية أو الدول الأوروبية أو الأخرى ووضعها فيه مؤشر لمدركات الفساد ووضع سكور أو درجة لكل دولة ومن خلالها نقدر نقول الدول اللي قدرت ونجحت فيه مكافحة الفساد عندنا دلالات لمؤشر لهذا المؤشر اللي هو دلالات مؤشر الفساد هذه الدلالات عبارة عن أين؟ الأداء السليم في عمل الهيئات الحكومية ده أول دلالة لو الجهات الحكومية قدر تقوم بالمهام الوظفية والموظف اللي موجود بكل مؤسسة حكومية قدر يقوم بكل المهام الوظفية المنصوص عليها فيه بطاقة الوظف الوظيفي وبالتالي سينعكس ذلك على المجتمع وينعكس ذلك على الهيئة الحكومية وبالتالي سينعكس على المجتمع وينعكس على الدولة الدلالة التانية حقوق المواطن تبقى أقصر صونا وده اللي الدولة بتعمل عليه وكان هدف رئيسي في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 19-22 اللي في مسختها التانية الهدف التاني اللي قال تقديم خدمات متميزة للمواطنين الدلالة التالتة اللي هو توفير حماية ذاتية أكبر ضد ظاهرة انتشار الفساد اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي التعديلات القانونية اللي هي بتضمن حماية الشهود والمبلغين الدلالة الرابعة اللي بنقدر نقول ان الهيئات الحكومية جزء من دلالات مؤشرات النزاهة نبقى فيه انفتاح لهذه الهيئات الحكومية ويبقى عندنا توفير مبدأ المسألة امام المحاكم والتحفيز ايه هي المكونات اللي بيتضمنها مؤشر النزاهة عايزين نعرف جزء لابناءنا الطلبة ان احنا لازم مؤشر النزاهة احنا عندنا لازم القرارات تكون اقصر انفتاح لازم تكون القرارات الخاصة باي مؤسسة تتمتع بالمصدقية والشفافية لازم تكون القرارات اللي بتتخذ من المسؤول للمؤسسة او في الهيئة الحكومية بتعتمد على مجموعة من المكونات القانونية ولا نهمل المكونات الاخلاقية ولا نهمل المكونات المعلوماتية اللي هي بتديني قاعد البينات اقدر على اساسها ااخد القرار المسألة عندنا بمعنى اعطاء فاعلية اكبر للقوانين بحيث ان اي مسؤول في المؤسسة الحكومية يكون لديه القدرة على رصد الاخطاء وانه يعطي القرار بالمسألة والمحاسبة وفقا للقوانين اللي بتنظم العمل في المؤسسة يبقى عندي مجموعة من المحددات هذه المحددات بيقتضي وجود خطوط حمراء لا يجوز للمسؤولين مهما كانت مناصبهم تجاوز هذه الخطوط الحمراء اتفاقية الامم المتحدة انضم لها عدد كبير جدا وطبعا نظرا لإيمان مصر القوي بقضية مكافحة الفساد فمصر انضمت لهذه الاتفاقية المادة 218 في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بتنص نص سريع على ان تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والاجهزة الرقابية المختصة بالتنصيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ده نص سريع ده ليه عشان نضمن قصنا اداء الوظيفة العامة اللي هي اساسا هدفها الرئيسي خدمة المواطن والمصلحة العامة ويبقى فيه متابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلسختها السالسة اللي تم اطلاقها في 9 ديسمبر 22 الاستراتيجية الاخيرة اللي اطلقت في 9 ديسمبر 22 هي عبارة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي احنا قلنا عليها 20-23 الى 20-30 الاستراتيجية دي لما تم وضعها من قبل هيئة الرقابة الادارية هي عبارة عن استراتيجية اتحطت وتوضعت في اطار 3 محددات رئيسية 3 محددات الرئيسية هم عبارة عن ايه؟ المشارقة والشمول والشفافية عشان كده الدولة المصرية حرصت على انها تستمر على النهج التشاركي اللي عدت به الاصدار السابق من الاستراتيجية اللي هي كانت 19-22 وعلشان كده احب اوضح لابناء الطلبة ان هناك تقرير تم عمل تقرير على كل الجهات التنفيذية في الدولة سواء كانت جامعات سواء كانت وزارات سواء كانت هيئات تعمل تقرير عن مدى تنفيذ وجدية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 19-22 وتم اعتبار ان هذا التقرير هو ممارسة نجحة ومتوافقة مع المدتين الخامسة والتلاتاشر من الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الاصدار التالت من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 23-30 تم فيه التوسع في عملية المشاركة لأكبر مشاركة أكبر عدد من أصحاب المصلحة العملية الاعداد اتسمت بالشفافية والبناء البناء على ما سبق واحنا قلنا ان احنا عندنا الاستراتيجية الاولى كانت 14-18 والاستراتيجية التانية كانت 19-22 عملية الاعداد الخاصة باستراتيجية 23-30 كانت عبارة عن أربع مراحل المرحلة الاولى كانت المرحلة التحضرية وتم تصميم خطة العمل محددة لاعداد هذه الاستراتيجية الهيئة مشكورة قامت بتصميم الخطة لأن الهيئة هي الجهة المعنية وهي الجهة المنوب بها وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنساخها التالت المرحلة ديت تم التوافق مع أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية التنسقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة هيئة الرقابة الإدارية وكان فيها عضوين ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الخارجية في أعضاء من وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وجهز المخبرات ومكافحة غسيل الأموال وتم التوافق على تحضير أو إعداد الاستراتيجية دخلنا في المرحلة التانية اللي هي مرحلة التقويم والتحليل اللي كانت بتستهدف إلى عمل تحليل للموقف من خلال تحديد الفجوات قدرنا نقف على أبرز التحديات والفرص بالإضافة إلى التعرف على التوجهات المختلفة لمكافحة الفساد طبعا المرحلة دي مرحلة بنقول عليها التحليل البيئي أو التحليل الرباعي اللي بتمثل فيه بعض المهام الداخلية والمهام الخارجية كتحليل لنقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين والنقاط الخارجية اللي هي الفرص والتهديدات دخلنا على مرحلة الصياغة اللي هي المرحلة التالتة بدأت هيئة الرقابة الإدارية بإعداد مسودة للإستراتيجية وعن المراحل الصادقة ومرحلة التقييم والتحليل وبدأنا بتنفيذ التقييم للإصدار الثاني من الاستراتيجية أو التقارير الدولية والإقليمية أو التجارب الدولية وتعاملت مجموعة من ورش العمل طبعا ده خد مجهود كبير جدا من هيئة الرقابة الإدارية وفي 19-22 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنسختها التالتة وعشان كده قلنا دي مرحلة الإطلاق دي المسودة النهائية للإستراتيجية اتعرضت على رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وتم إطلاقها تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تحليل وضع الراهن على مستوى خمس مصارات أساسية مصار الإداري، مصار التشريع والقضاء مصار جهات مكافحة الفساد مصار توعوي وتشاركي علشان إحنا نقدر إيه هي الأمور اللي إحنا نقدر نوعي أبناءنا الطلبة، المواطنين، أعضاء التدريس، الجهاز الإداري سواء ده يخص الجمعة أو الأمور التوعوية الخاصة بإلجاة التنفيذية والوزرات ومصار الخامس اللي هو التعاون الدولي والأقليمي هنتكلم على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 23-30 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنسختها الثالثة لها رؤية رؤيتها إيه؟ بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد طيب ليها رسالة؟ أيها طبعا رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 23-30 اللي تم إطلاقها في 9 ديسمبر 22 هي عبارة عن إيه؟ هدفنا ترصيخ ثقافة مجتمعية وعية ومكافحة للفساد بدعم من بنية تشريعية وإدارية وقضائية تتسم بالنزاهة والشفافية وأيضا جهات ممكنة ونقصد هنا ممكنة يعني جهات تعتمد على تمكين تكنولوجيا المعلومات تمكين التحول الرقمي تبادل المعلومات الرقمية ونقول جهات ممكنة للوقاية من الفساد ومكافحة وإنفاذ القانون هذه الجهات تعلي من قيم المسائلة والمشارقة بين كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات أصلة بهذا الموضوع المبادئ الأساسية التي استندت إليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنسختها الثالثة 23-30 هي التجرد وبراءة السلوك البشري من أي أغراض ليس هناك أهداف غير أهداف المصلحة العامة أو ليس هناك مقاصد خاصة عند خدمة المواطنين يبقى بنوع لي من المصلحة العامة اثنين الوضوح والإتاحة والنشر الدولي أن هذه الاستراتيجية ليجب أن تكون واضحة للجميع ونعمل على نشرها ونعمل على إتاحتها للكل يبقى عندنا المعلومات المتاحة لدى المؤسسات والجهات الرقبية تبقى نستطيع أن يتم تبادلها وإتاحتها للكل والوثائق اللي بتعزز جهود مكافحة الفساد تبقى متاحة لجميع الجهات المنطبية مكافحة الفساد خضوع كل السلطات والأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الدولة للقانون وده هدف توحيد التعامل مع مرتكبي جرائم الفساد اللي هو القانون النص عليها ودون تميز لا أحد فوق القانون خضوع جميع الأشخاص سواء كان طبيعية أو اعتبارية للمحاسبة والرقابة عن النتائج المتوقعة لأعمالهم الاستراتيجية دي لها أهداف طبعا لها أهداف لو لاحظنا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنسختها التانية 19-22 كان عندنا 9 أهداف الاهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 23-30 هم 5 تم ضغط مجموعة من الأهداف في هدف واحد مثلا الهدف الاول كان عندنا في الاستراتيجية بالنسخة التانية 19-22 كان هدف الاول جهاز إداري كف وفاعل فقط الهدف التاني كان تقديم خدمات متميزة للمواطنين لا هنا بقى الهدف الاول هو عبارة عن الهدفين اللي كانوا في الخطة السابقة واصبح جهاز إداري كف وفاعل يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر وهنا ضفنا كلمة المستثمر عشان تشجيع الاستثمار الخارجي والاستثمار المحلي الهدف التاني احنا بنركز على بنية تشريعية وقضائية بتدعم مكافحة الفساد وتحقق العدالة النجزة دايما قلنا ان العدالة النجزة ده هدف أسمى في الاستراتيجية التانية النهاردة احنا بنؤكد على العدالة النجزة وإنفاذ القانون الهدف التالت الجهات سواء كانت جامعات سواء كانت محافظات سواء كانت وزارات سواء كانت جهات تنفيذية يبقى بنهدف الى جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون الهدف الرابع ان يكون لدينا مجتمع واعي بمخاطر الفساد وقادر على مكافحته ليس فقط لديه الوعي الكافي بمكافحة الفساد ولكن لديه الوعي الكافي والقدرة على مكافحة الفساد ويمكن ده احنا في جامعة بنها كان لدينا خطة وجهود طموحة جدا اشتغلنا عليها على نشر اجراءات قيم النزاهة والشفافية وكان لدينا مجموعة من الندوات ومجموعة من المؤتمرات ومجموعة من ورش العمل لابناءنا الطلبة والجهاز الاداري واعضاءها التدريس لتوعية بمخاطر الفساد واسباب الفساد والاثارة المترطبة على الفساد وده يمكن طرق اثر كويس جدا ولدينا وبسيط على موقع الجامعة نقدر اي واحد من الزملاء اعضاء التدريس او الطلبة او الجهاز الاداري اللي ده اي مشكلة يقدر يبلغ ونقدر نحميه كويس جدا الهدف الخامس اللي احنا نتكلم عليه والخاص بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها التالتة هو تعاون دولي واقليمي فعال ونقصة كلمة فعال في مكافحة الفساد ويمكن احنا لدينا مجموعة من قليات التعاون المختلفة في جمع بانها احنا لدينا القدرة على تبادل او بلوتيح تبادل المعلومات بين كل الاجهزة الرقبية الموجودة ولدينا تعاون وسيط جدا مع المجتمع المدني لدينا تعاون مع العديد من المستثمرين ولدينا تعاون مع منظمات العمل الدولية ولدينا تعاون مع بنك مصر مؤسسة بنك مصر تنمية المجتمع المحلي ويمكن عندنا مؤسسة مصر الخير وقدروا يدعموا الجامعة بالعديد من الاشياء اللي هم قدموها لابنائنا الطلبة في المدن الجامعية او على سواء المجتمع ابناء الطلبة بعد ما وضحت لكم بعض الموضوعات الخاصة بمكرر مكافحة الفساد الموجود في مكرر القضاة المجتمعية عاوز اؤكد لكم ان مكافحة الفساد ليس خيارا ولكنه متطلب ضروري وقوي جدا على كل فرض في المجتمع انه يقدر يدعمه ويقدر يساهم في مجتمعه الصغير بانه يقدر يكافح الفساد ويغير من هذا المرض اللي بيستشري فيه المجتمع ويكون له دور قوي جدا في انه يكافح الفساد وبالتالي نقدر نقول المجتمع الطلابي يكون مجتمع قوي جدا الجامعة مجتمع الجامعي يكون قوي جدا والمجتمع المحلي يكون مجتمع قوي جدا قادر على مكافحة الفساد وبالتالي نقدر نساهم في تحقيق سكور لبلدنا مصر الغالية في مؤشرات مدرقات الفساد ونكون نحقق سكور كبير جدا في مؤشر مدرقات الفساد ودايما ان شاء الله يا رب مصر دايما عظيمة قيادة وشعبا كان معكم استاذ دكتور جمال سوسخ رئيس جامعة بنا اشتركوا في القناة